ما بين الإلغاء والحل وما بين الاتهامات بالفساد وعدم تقديم الخدمات يتراوح الموقف من مجالس المحافظات من دون أن تستقر بوصلة مصيرها إلى اتجاه معين مجالس المحافظات نالت قصة كبيرة من الانتقاد واللوم من تأسيسها باعتبارها في نظر الكثير من المواطنين حلقة زائدة وبؤرة للفساد حتى إذا صارت المشاريع يطبون وين المقاول وين نساوها أشب برا يومين ثلاثة المشاريع كلها تخرب بس شهرين ثلاثة يجي الماي على التبليط يروح آخرون يجدون أن تلك المجالس تثقل كاهل الدولة والمواطن بتكلفة كبيرة من دون تقديم أي خدمات نوجود مجلس المحافظة في كل المحافظات إلا حلقة زائدة بؤر للفساد ولم يقدم أي تغيير ولا أي تطوير ولا أي خدمات إلى المواطنين أصحاب الرأي القانوني يؤكدون أن مجالس المحافظات باقية بحكم الدستور وأن ما تم في البرلمان كان حلا لها وليس إلغاء لأن الإلغاء يتطلب إجراء تغيير بالدستور الوضع القانوني يشير إلى أن مجالس المحافظات مسحوبة اليد حاليا لحين صدور قرار قطعي من المحكمة الاتحادية التي تنظر في دعاوى بشأن قانونية حل أو إبقاء تلك المجالس الشكوى الأكبر من المواطنين تتمثل في صراع مجالس المحافظات والكتل والأعضاء المنتمين لها أيام الانتخابات إضافة إلى تداعيات السلبية لذلك الصراع من تنافس وتبادل للاتهامات التي يمكن أن تهدد السلم المجتمعي بين أبناء المحافظة الواحدة وانتقال ذلك الخطر على أرض الواقع إلى خطر النزاعات العشائرية مجلس محافظتنا لحد الآن ما شفنا بادرة أمل من عندك بيناتهم وقت الانتخابات طبعا تصير كل من يحود النار القرسته هذا المثل الشعبي اللي عندنا بالعراق وكل كتلة تريد مغانمها ومكتسباتها اللي تصير إليها الخلاف على مصير مجالس المحافظات سيبكى في الوقت القريب المنظور لحين حسمه داخل أروقة مجلس النواب وإيجاد بديل يرضي طموح المواطن في قادم أفضل ترجمة نانسي قنقر